السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر كوتش أسوكا حسن لقاءنا اليوم هو لقاء تمهيدي بخصوص الدورة اللي غا تنترق عن مقارب في مجال دي الكوتشين مدراسي ومني تنتكلموا على الكوتشين مدراسي يعني كل ما يتعلق بالمراهقين والشباب يعني تنتكلموا على السين دي 13-14 سنة حتى الـ 25 سنة احنا كتلا حدوث هذا العاصر اخواني اخواتي كرام بأنه طغيرات مجموعة دي الأمور حتى مهنة تدريس على الطغيرات وحسبات وحتى المهمة دي الطاليب رأوا للتهاية كامي هنا حتى احنا قصنا نكون وندربوا واحد طاليب اللي غا تيكون عنده في واحد المجال مهاني مستقبل اللي يكون حسب الاحتياجات النفسية دياله اللي غا يخدم منها بالطرور اللولا يتنفع هو ويتنفع منه المجتمع احنا كتلاحظو كين تحديات كين مجموعة دي المراهقين للشباب ما تيكمنوش درسة ديالهم وهنا فين خصنا ترحوا بعض الاسئلة اسئلة اللي غا تيكونوا غير اسئلة عادية واعتيادية علاش لانكين هناك متطلبات وتحولات في العالم وهذا هو الدور ديال الكوتشين حيال الكوتشين ليس يعني مجلش من فراغ يقومون اختي الكلام كي تنقولوا الكوتشين فقط كلام كلام طرحك سئلان ليس دونك الناس اللي تيقولوا داك الكلام دونك تنع درهم لانه عندهم الفهم فهم قليل وما دخلينش المجال وما احترفينش في المجال هنا من قلنا لكم تنتعاملوا مع مراهق او شاب ومشي مع طالب علم يعني راكي نحترح احتياجات النفسية اللي مهم جدا جدا من هنا جاء العمال على انشاء وميلاد الكوتشين دراسي علاش باش ننصنفهم مجموعة ديالتحديات باش ننصنفهم مجموعة ديالتحديات باش حد عندنا مشاكل ديالتحفيز تيكون طالب ما عندهش دافعية للدراسة طريقة باش يقع ما تتناسش في ذاك الالقاء اللي تيكون في المدراسة المهارات دياله المهارات اللي خصتنا نخدمو عليها في الكوتشين حيث كين مهارات ديالتنظيم مهارات ديال ديالالوقت كين مهارات ديالالتواصل يعني هناك كين خلط مجيز في مجموعة ديالاشياء حيث لا نسمع فقط بين الكوتشين دراسي وفقط نركز على تحصل الدراسي إلا كان ذاك الطاليب هذي كان نقطة عامة إلا كان ذاك الطاليب تيجين كوتش أنا يعني محتاج باش نحصل نقاط رائعة جدا جدا في كل مادة باش نجح وباش نمشي الواحد المدرسة اللي تتكون مدرسة يعني مهمة وراقية هنا يمشي دير الدعم دراسي فقط كافي ما يحتاج الكوتش ولكن الكوتش في سياق العام عشنا موت دور ديالو إنما غاديش مشوا مع دوك الموجة إخواني يا قوتي كرام واش الكوتشين موضة لا الكوتشين ماشي موضة إلا كنت أنت تدخل هذا المجاة خص تدخل ليه بإنك راح بغيتي تشتغل فيه وتخدم فيه ويكون يعني كمهنة مستقبلية عندك والكوتشين خص يكون في العين ديالكم يكون من المهات المستقبل اللي غادي تخلقوا أكتر وأكتر تكون فيهم زيادة أكتر وأكتر راح تهنى واحد لموش كي تعيشوا أبنائنا في المدارس التنوية والجامعات والدراسة العليا حتى التوجيه ديالهم ما تيكونش بدك شكل مناسب لديل كل شخص علاش باقي تنوجه نولدنا بدك شركيه ستينات وسبعينات وتمديناس كون عليقين راح عالفين وخمسة وعشين ثمانية وعشين وثلاثين راح كيمجموعة ديال المهان غادي تغير جيد ريان كيمجموعة ديال المهان غادي تختفي ديالي تنسهل على ذاك الشخص اللي تيجي عندي اللي هو تنسميه مستفيد أو عامل أو تنسميه كوتشي وتنحفزه وتندعمه باش هو يغير مطلقة ديال التفكير دياله باش هو يلقى الهدف دياله ويبحث عليه ويلقى الحلب ننسوه وننبسوه لأنه ساعده باش يعني أنا تنسلمه القصبة باش هو يستد السمكة لا أعطي السمكة والكوتشي لما كانش مستاعد ذاك المستفيد ما يمكنش تلقى معهل رأي شخص دونك حيث هو تنطق الحوار كامل في قوتشين تنطق اشنو كيفاش تيشوف ذاك الشخص الأشياء وكيفاش يصلح من جمعة ديالأشياء حتى تيبصر واحد الحالة الوعي ومن الحالة تتدين الحالة وتيبلي هاد المستفيد تيشوف أفكاره بواحد الشكل اللي هي واضحة جدا جدا وممكن انطق في هاد المجال ويمشي دونك هنا تنجلو كامدخل عام إخواني أخوتيك دونك على الرغم حيث نقول لكوتشين نينجا وخاصة ما كانش كوتشين سكولير وما كانش كوتشين دوريونتاسيون يعني التوجيه مدرس وشي حاجة لا كل شي كيف حيث نحن تلاحظوا في هذه العقود الأخيرة بدأ تيبال كوتشين مدرسي وتوجيه مدرسي خاصة لدفة الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات باش يكون عند الإخوان شوية الهيستوريك ديال يعني في القرى الماضي وهنا بدأوا الخبراء ديالتاليب تم في ذاك البلد تيحاولوا يديروا استكشاف أساليب اللي تتقدر تساعد وتدعب دوك طلبة التي يوجهو صعوبات دوك هنا بدأت البداية ديالكوشين مدرسي تتستخدم يعني الناس أو الطلبة التي يعانون مشاكل في التعلوم صعوبات محددة في الواقس يعني كي مجموعة دي الأشياء اللي مرتبطة بالدراسة باش يطوروا لهم مهارتهم الأساسية باش يحلوا مشاكلهم يعني دراسيا مشاكل نفسية شخصية تواصل حل المشكلات وهذه الأشياء للأسف حنا ما تنتعلموهاش في المدارس ومن هنا جالكوشين مدرسي واستبد كذلك نتقدم دي العين من الناس الإيجابي حيث حيث نتكلموه العين من الناس الإيجابي بالضبط إخواني أخواتي كرام هو تركز على القوة الفرضية وتطوير المواهب بدلا باش ما نركزوش على النقاط الضعفة والنقاط وهاتش هو اللي كين وهذه هي النقطة اللي خاص نخدموه لها الكوشين مدرسي ما هو الكوشين ما هو الكوشين مدرسي ما تدار الكوشين مدرسي من هو الكوش ما هو دور الكوش من هو المستفيد أو الكوشي أو العميل ما هو الدور دياله كيف تتم معاملية دي الكوشين ما الفرق بين الكوشين مدرسي وبين مهال الأخرى المساعدة يعني مثلا تتكلموه العين بالنفس تتكلموه للمجموعة ديالأشياء الإرشاد التوجيه الاستشارة تتكلموه لاته تنعف الفرقات كيف يمكن لنا أن نصير جلسة احترافية الكوتشين جيد كيف يمكن أن نطعف مسئلة جيد كيف نضع خطة جيد هذه الأشياء كاملها أشياء قادي نشوفها وراء عادية في الكوتشين إخوانا خبتي كرام وإنما الشغل والهم الكبير هو واش أنا ممكن أن أكون كوتش ومن يتكلموا واش أنا ممكن أن أكون كوتش هات السؤال أطرحه على نفسك حيث أول شيء واش أنا ممكن أن أكون شخص في واحد المجال المعين ده مثلا نفتلك بأنك تتشتغل في تدريس أو تتشتغل موطف عشو تتشتغل إني في شركة ده عندك الهوية ديك في ديك الشركة فلان 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 أو فلان أو فلان ولكن من يتنجي نبدل المصار ديالي هنا راح تشخصية ديالي تتبتل حتى الأفكار ديالي تتبتل ألا يعقل باش نكون أنا كوتش وتنشتغل بنفس العقلية تنشتغل بها كمدرس أو كأستاذ أو كمطف أو كأب أو كأم أو كشخص راشد اللي تنقول أنا فهم ودك الطالب ما فهم أول شيء هو أخصي نفهم ديالي المراهق أنا فلاش ديالي مثلا فقر 40 أو 50 كيف يعقل بتنتعمل من واحد اللي جينة غاسل له فلاش ديالها 14-15 سنة هذه نقطة مهمة جدا جدا إخواني أخيتي كرم وخصينا نركزه عليها جيد 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 جدا لماذا حيث بنيتن تكلم أنا دائما تتكلم المايندسيت العقلية ديالكوتش يعني أنا أخصني أنتجنب النقد أنا أخصني أنتجنب أنا أخصني أنتجنب الناصحة دوك هادو أشياء اللي هي مسألة أشياء لنا حيث احنا كي تتبرمجنا دائما الكبار ما عارفين وصغير ما عارفينش وهذه نقطة خطأة خاصة أنتنتكلمينها على الكوتشين حيث أنتكلموا عن جريبة حيث شخصية تكرارة مهمة في الكوتشين دوك هذا السؤال طرحه لنفسك هو إش ممكن كنا أنا كوتش بلا ما نعرف بأنني كوتش هو تتلقى بأنه اقترتي كيف مجموعات ديال من خلال التجارب ديال الدورة ويسألت الله هنا فعلا هتيجوا عندي الناس وتيطلبون لي عفاك يستشروا معي ونصحوني تنقول لي ما سولتيش علاش والطبط دوك ممكن تتعاونهم وتتساعدهم وتتوصلهم نتائج ولكن لي تتفهم أساليب وتتفهم تقنية وتتفهم أدوات وتتفهم نفسك بنفسك وتتخلق ألفا مع نفسك قبل ما تتخلقها مع الآخر كون أنا يقين أن أقول لك أنت هتكون كوتش إن شاء الله وغات يتميز داك المنجل وغات يتميشي فيه أكثر وأكثر حيث الكوتشين ماشي أنا حيث هين العقلية سبحان الله يتيجي عندي الشخص تنفكر باش لقى لين الحل هذه قاعدة تنحيد احنا محدوفة في الكوتشين لنولغ سويق الحل وانتا كيفاش ممكن تحلل معها كيفاش ممكن تتعامل مع سئلة كيفاش ممكن تتعامل مع خطة كيفاش تحطها على أرض الواقع كيفاش يكونك تواصل جيد وكيفاش تبدع معها كيفاش نخرج من ذلك دائرة تراحة زيار لك هذه نقطة مهمة نجاوب على السؤال هل يمكنك أن تكون كوتش دون أن تعرف ذلك لك هذه جاوب خوض ورقة القلام وجاوب خاطرك لاش احنا تنتعامل كي اللي عنده ذاك الخاطرة تقول عنده الخاطرة تتصنط الناس وتفهم الناس هذاك عنده يعني هذاك في البداية تدرك الكوتشين لاش تقولك ونتي رتحت لك دونك انت واحد شخص لي متوق به ورتحت لك وتتسمع لنا تتفهمنا يعني احنا تتلقى الحول دونك سبحان الله هاد الأشخاص عندهم هادية ربانية هادية طبيعية معند الله تتكون نادرة ولكن من ناحية التقنيات ومن ناحية الأساليب هي لتتكون ما تكونوا شوعين بها دونك هنا هنا في تتكون عنده قائلة تتكون عنده بعض تقنيات معند الله تتكون يعني محدودة ما تعرفش هو الضبع ولكن سبحان الله من انتي يدخل تي مارس في الكوتشين وتصبح ممارس ممارس متقدم خابير دونك كون على يقين تقدر يعطي نتائج رائعة جدا جدا مع هادك الشخص اللي هو استشره او ذاك الشخص اللي تقلب إلى حلم الحلول وذاك الشخص اللي هو فهمه دونك هادية نقطة اخونا يا خبتك كرام مهمة جدا جدا ما خصناش احنا ندير واحد الحل اللي يصبح هو المشكلة بل كانت شوية الفلسافة الحل هو المشكلة علاش اخونا يا خبتك كرام كنا واحد لقونا دائما تنحطها دائما بالعينية تقولك لا يمكن حل مشكلة بنفس العقلية التي تسببت بوجودها كيف يعقال انا تنتظر تندير واحد العمل ودائما تنحصل على نفس النتائج وتنتظر بانه بنفس العقلية باش نديرك العمل بتلقى نتائج مغير لا انا بدل العقلية انا بدل فكرة باش نقولك ان هزتعقل وحتى اقل لا يعني كيفاش نعود نشوف الامور بواحد الشكل اللي هو رائع جدا جدا هنا بيتم تكلم على واحد قديم تنسمى ساندرون دي لامبادير اغلبية ما يكونش عارفة لتنسمى متلازمة عمود الاينارام اللي كان عندي هاد الصورة هنا بهذا الشكل اللي هي هادتا النقش فيها اللي حال في بعض احيان امور مشكلة وشو نقص بيعنا في الكوتشي خاصة جا عندي شخص طالب يعني اتحورنا معاه يعني وانا عندي مثلا عندي اشياء اللي هي هادية في الكوتشي من هذه المجال مهم شي تبحث تقريت جيد جدا تبحث وتقرر هاد هذه نقطة قصنين تنصح بها كل اخت اللي بي تخل اي مجال من المجالات دي المجال دي الاجتسار مجال دي الارشاد اي مجال يمشي يبحث يمشي يقرر يمشي يعني يقلم علاش تدر ذاك الشخص اللي يجي يقرر عنده او يتدرب عنده تي بني مجموعة دي الامر باش ما يبهروش علاش حد احنا للأسف كنا تنفيدو تنقر ويبني مجموعة دي الاشياء ودائما الشخص اللي غادي تقصده اشوف اشنو كاتب اشنو دار اشنو بدع اشنو تتقاسم معاك اشنو اعطا دونك حيث هات المجال ومن هنا مستقبالا تيكونوا عندهم ليتنقل للحل بعض احيان والمشكلة جا عندي الشخص انا اللي حلت لي مشكلة انا اللي اعتطو اشنو انا اللي اعتطت لي خطة كل شو قلت لي تبعي على الخطوات دار دوك الخطوات معطاوش نتائيش هنا اعطيت وعد حل اللي ولا هدو هو مشكل ويقدر يقول لك بينا الكوتش ليس كوف الكوتش بانه غير ممارس وهذا الكوتش وهذا الفون انت خلقتي مشكلة انت ارا شكرك عرف عشنو كان وهنت خلقتي لي بالمشكلة مبقاش ولا دائما هو معتمد عليك وحنا تنقلبو هات الشخص اول حاجة اول حاجة التي لعب على الكوتش كيفما كان كوتش سواء كوتش سكولير أو كوتش كوتش كاريير كوتش أي كوتش دونك القاعدة التي تنقلبو عليها هو نخلقه التمكين للشخص اللي جعلنا يقول لي متمكين ويقول لي عنده تحديات مستقبلية وتقول لي عنده حتى واحد العقلية اللي تيشتغل بها وتيمشي بها مزيان مستقبل ديانه لاش تنعطلوا واحد حل واذا الحل قدروا يكون غير فعال وهذا تيصبح مشكلة لاش حيث احنا في الغالب مني تيجي عندي واحد شخص علش اقول لكم أنا خص العقلية تبدل ديال كوتش لاش لانه وفي الواقع احنا تنحذ دون مشاكل دياننا بانتظام على اساس الحلول اللي كانت عندنا وكل حلول الجديدة وحلول الإبداعية ما عندناش حيث هذه طبعة الانسان تيخاف عادي جدا وما ما تنخاف أنا من منهول عادي جدا نخاف وعادي تندير واحد الحل اللي تيكون حل أنا اللي ملاء مني وحل دائما تنديره دونك هذي المتلازمة عمود عفل وجاء بالليل يعني بالليل وجاء للمكان ديال السكن ديال حل أدخل بيشعل الإنارة لقى الإنارة بينها مقطوعة تحولي المفاتيح ما عرفش المفاتيح فيه كيني تيقلب تيقلب مهم شاف منه في دف الشارع بتلي الإنارة شعادة واحد البولاء ديال الشارع يعني تنقولو حنا لامبادير وحلا خرش تيقلب عن المفاتيح تمام كينتو ثم تيقلب مفاتيح جاء واحد الجار ديالو أشو بتدي لأفلان قلي تنقلب مفاتيح بتتيق الماء قلي فين طاح ولك المفاتيح قلي يطاح وليه في المنزل قلي في المنزل قلي عشا تقلب عنا قلي هنا في كينتو دونك علاش حيث الصعوبة هو اللي توجد فيها ماقدرش يمشي يقلب لأحد نقلب علاش معا ندق على جار المهم نشوبش وسيلة من الوسائل يعني هادو أشياء اللي الحل اللي تنديرو ما تيكفيناش ذاك شي لأش حنا تنعودو الفشل ديالو تنعودو المشل ديالنا دونك هدا هو اللي كين ما بغيناش حنا ندن نقلب ع المفاتيح في الأماكن اللي غير تناسبونا باش نخدمو هكوا ومشي هكوا إخواني أخوتي كلا دونك احنا مثل نتكلموا علكو يعني بعد أيام قليلة غادي ندرك الدورة بعد تأكيد ديال الحضور ديال مجموعة ديالإخوة والأخوة ولكلام احنا نتمنح ديال السعر اللي ديرونا سعر مناسب جدا جدا وكون علي يقين تكون هذه كبداية رحلة معنا سواء في الفيدرال العربية الأفريقية اللي تدري الكوتشي الأكاديمية المركزية الأمريكية للقادة والكوتشي وغادي اندركو منا وغادي نتقاسم معكم الخبرة ليس فقط تنعطيكم ونزودكم معلومات إنما نتقاسم معكم الخبرة وكين مجموعة الهدايا اللي كين مجموعة الهدايا الكتوب اللي نتقاسم معكم دون كين الأنواع الخمسة الأكتر فعالة التي يجونا في الكوتشين عليس فقط تحصل الدراسي تحصل الدراسي دير الدعم دراسي ممكن تفوق ولكن نحن نكون شخص من الأشياء اللي أكتر كين تحسين الأداء الأكاديمي وهذا ضرور جدا يعني المهارة الأكاديمية تكلموا عن المهارة الأكاديمية يعني راك جمعة دير الأشياء نحن نعرف عن النمط ديالي تعلم طرش اللول مثلا تلقى تجي عندك طريب تفوق ما شاء الله في ثلاثة المهارة عندك المهارة لم تفوق يعني هو مثلا تنقص ونتحاول معه تلقى ما عندك مليون لهم تلقى عنده مشكل نيب موتيفي ما محفز ديك المادة تلقى شخصيته الشكل ومثلا المدرس أو الأستاذ تتعامل بواحد الشكل هو تنقص الطريقة دي الأستاذ هذا مشكل تكون كيف يعقل ستلقى وتنقص المادة تقول لك هات المادة باش تنفعل مش قبالا وهذا قصنا نجاوب عليه يعني قصنا نطرح باش هو يبعب الأمور حيث أي حاجة تعلمنا فالدنية تتنفعل يعني مش ضييع الوقت حيث خاصة حيث احنا عش نعيد ناس تنذير احنا ذاك شي لتنختار نبوح احنا كين المنظومة حتي يتجاوز ذلك التحديات اللي عنده باش ينطرق فيهم دون كي استراتيجية تعلم تعلم كيف تعلم مشكلة حيث كين ناس اللي لقيتهم مع رياضية تحفظوها وتيش يفادي بون تحفظ مزيق ديس لا سلوسيون ديالو هذا مشكل الحصول على الدافع هذا مشكل تيكون أغربية تيقول وعش بل معك دون هنا من تيكون عقلية مخالفة تيقول ووه شنو هذا رائع جدا دون هذا هو شي بنوصول دون قصنا كيف نجعله يحصل على الدافع لازم كيف يحقق النجاح في دراسته لين تيقع نفسه دون هذا هو شي اللي تبدأ نقدمه به ومع مورو الوقت تنول إحنا تتعلم كذي كورش اللي تنخلوه في المجال كمبتدئين وتيولدك الطريب تهو تتعلم التحديات التي تلقى التي تنخدم بها وتمشي بها هذه نقطة من نقل دون وحنا نتكلم عن المراهقين والشباب حيث مر 14 سنة أو 13 سنة حتى 25 سنة تمشي تنوي جميع تعليم ماسطر تمشي هذه الأشياء كاملة هنا يريد أن تساعد الأشخاص يطوروا الأداء الأكاديمي سنساعدهم باش يطوروا المهارات في موات مختلفة سنساعدهم باش شركزوا على نقطة القوة دياله والضعف نحاولون تخلصوا منها ودائما نقدم واحدة استراتيجية فعالية لغادي بشي فيها حسب البيئة دياله حسب القدرة دياله حسب المهارات دياله وحسب لأي شي معتقد اللي هو دي اللي واحد العائق كيفاش ممكن يتخلص منه باش يشوف هو رسول كطالب او كشاب اللي ان شاء الله يتنفع به المجتمع من النقاط اللي صعيبة باش يعندي الطلبة عند حتى الكبار إدارة الوقت إدارة المهام الأولويات هذا مشكل كيفاش وهالش متعين هالش متعين مش مدرسة عادي جدا دياله إدارة المهام وواجبات المدرسية فعالية كيفاش نحن قطاع وخاصة نحن نتلقى دي دباء خاصة كان واحد تحديد اللي هو تنعاني منه كأمرين يعني منه كبار والصغار اللي هو استخدام الهواتي والدكير واستخدام الانترنت هذا مشكل تهو تيجي وكين طرق باش يتحيت منه ودائما طرق لتنقول لكم بتجيش متلقاء الكوش ولكن تجيش مرافع الوعي ديال المستفيد وهو تنقولوا المهارات يعني المهارات الحياتية المهمة التواصل حل المشكلات اتخاذ القرارة الصحيحة وشاشة تنتعلمو يخونا أخو تكلم بتنتعلموش دوك هنا راح من خلال دورة ديالنا راح تنبنيو مع الكوش كل ما يتعلق لنوغو سيونس كيفاش نخليو الكوش أكتر تحليلا كيفاش نخليو الكوش أكتر تنظيما وأكتر وضع واصل جيد ورائع جدا تنتقنوها وكيفاش نخليه نخلوش أكتر إبداع ونحن نديره بخلال بخلال واحد النظريات بخلال مجموعة ديالأشياء اللي هي مدروسة ورائعة جدا جدا وتنتقنوها بامتياز وكون على يقين ندوز معنا خمسات جلسات وتباليك الأمور تتحسن شيئا فشيئا وتتنترق فيها النبن يسمى يسمى الدكالي الاجتماع مراهيق راحنا 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 فموش إخواني أخواتي كرام والمراهيق تجينا وحد شيء لأنه شيء حاجة خارقة العادة لا لا ما هو كإنسان مرحلة من مرحلة كده وسمى مرحلة الطفولة المراهقة دوسم مرحلة مراهقة الشباب مراهقة الشباب يعني الرشد وغادي من الرش حتى تنقنو الكبر تهدوك مراهيل هدوك مراهيل تنشوفها وهدو هم الأشياء احنا اللي بغينا نخدموه بالصلة بالكوتشين والصلة بال يعني المراهقة كباش نخدموها هدو أشياء هدو تجيب خلال الخبرة المهنية اللي تنبدأ تنشتغل آنا حتى تنلقى نقاط رائعة حيث عناش ماذا تنتكلم عن المراهقة وكيد اهتمام مراهق يعني في تاريخ البشرية احنا تلاحظوا هدو الموضوع اللي في القرد 19 ما كانوش دي ما كانش مجموعة ديال 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 ديالهم كانت بعيدة كل بعد بانه هدو واحد الفترة معينة في الحياة دون هنا في هدو السنوات اللي تيمام كتير موضوع 18 مختلف يعني التقافات مختلف البلدار مختلف التخصصات بين نورا كي اشياء اللي خصنا كي باش منطحوش في واحد الفخ وباش هاد الهاشاشة اللي تلكون احنا في الشباب خصنا نكون واحد شباب اللي يكون قوي دون هدا هو اللي سنقول حيط حنا لدينا نجيو نتكلم على المراقة كي مجموعة ديال التعريفات كي مجموعة ديال وجوه ديال المختلفة في المراقة وهذا شي غادي نشوفو ولا حيط نسموها مجموعة ديال مهار تخدمو للدك العاطبي ديال الشخص كون عريقية تيكون مجموعة ديال الامور يتفوق في الحياة ديال واذاك شتي يجيب من المر باش يكون هذا الطفل يعني العائلة ديال الاب والأم ديال الحياة تنقل له ديال القيمة او ديال المعتقات اللي تنمشي فيه لك احنا باش وعقلية المراقعة ليس كعقلية احنا كاشخاص اللي راشدين لانه عندهم جموعة ديال تحتية تتوجد فيه وهنا تتخلقوا مشاكل في الدار تتخلقوا جموعة ديال المشاكل دوك احنا في بنا نشوفه تنجو كل ما يتعلق بين تناقضة السلوكية تناقضة العاطفية يعني كيفاش احنا كآباء ما تنفهموش الوليدات ديالنا كأسيدة ما تنفهموش التلم ديالنا دوك هادو اشياء اللي خصنا احنا بدورنا نعرفوهم باش ننتقلوا ونمشيوا وهنا دائما في تنقول لكم عقلية تتخلص تكون مرحايدة ما تكون عقلية تتخلص اي اي شي انا عرفو اي شي انا فهم انتما را ما فهم منوالو وهذا شي ما خصوش تكون عندنا في الكوتش المنوع انا في تنقول الناس تدير التقاط تنظيف ما التنظيف را احنا كيف يسمى تنظيف دير الكوتش علاش حيث خصنحافظ على المعايير حيث كين تندر اتفاقية كين معايير كين تزمل تحافظ عليهم الكوتش فهم تي معايير تنتقل خص انا هذك الشخص دائما بانه هو ذاك الروبيل تائل اللي في المنزل ديال او في مدرسة هذو هما الاسباب احنا اللي قصنا تنشوف ها مع الكوتش خاصة في الجلسات نيتان مارس الكوتش لم تنقل تكون الاسئلة ارتجالية فقط تنسو الوصافي علاش حيث هذش باش نعرف خص نيتان تطلب العمل على شخص 1906 يعني قال لك العمل ديال المرافق او المصاحب يعني بالضروري باش يكون يعني بواحد التمارس بواحد ممارسة لتتكون احترافية اكتر واكتر يعني شون يقولك احترافية بانه انا قاعد ذاك الحكم اللي تنقع لذاك الاخر على تربيته وعلى شخصيته قاعد وكلي في فلتر تنحيدهم وليس بسهل وتنحافظ على واحد الحالة عاطفية مستقرة يعني ما تيعصبني شرع هذي هذي وكل علي قيمنا لدخول المجال وغادي تخدم فيه اتحس وغادي تعرف هاد الامر اللي تنتكلم علينا دبا الان اتعرف دكو صاجتين بإذن الله احنا وليدتنا كيفاش نعزل امتقى في النفس كيفاش يكون عندهم دكواصول ايجابي باش يمشو فين زين والنقطة التي تتكون هو دكو التوضيف الوظيف او كيفاش نطفو لابناء دينا في المويلات الخاصة بيهم دونك هنا اخواني اخواتي كرام المجال دي الكوش رائع جدا جدا اللي بيشتغل فيه رائع فيه مستقبل خاصة المدرسين المدرسات وكل واحد بهذا المجال اللي غادي نتوقفين انتظروا اخواني اخواتي الكرام هالفيديو غادي تسمعوا ليه يعني التواصل معنا في بقية أيام قليلة باش نبدو مع المجموعة الجديدة وان شاء الله وانتم محظوظين اكتر اكتر وانا جد محظوظ معكم باش نتقسم معكم هذه المعلومة وانشروا هد هد يعني كوشي مدرسي بوحش كلي يكون احترافي اكتر اكتر واتباك الله عليكم وصباحكم بروك ويوم بكم سعيد